أحيى التونسيون الذكرى الأولى لحادثة باردو الإرهابية التي شهدتها تونس العام الماضي والتي راح ضحيتها 22 قتلا من سياح أجانب ومواطنين تونسيين إذ نظمت وزارة الثقافة التونسية فعالية بمتحف باردو عبر تركيب لوحة فسيفسائية ضخمة بطول 40 مترا ارتسمت فيها صور الضحايا وارتسمت أسماؤهم وشحة بنقشة رومانية أصيلة لعمل عمل على إنجاز أكثر من 100 شخص لمدة تزيد على الخمسة أشهر بمدينة الجم ورفع الرئيس التونسي الباجي قاد السبسي خلال الحفل الرسمي الستار عن اللوحة اشتركوا في القناة